فجأتنا البورصة المصرية من أيام بأنها حققت مكاسب تاريخية وغير مسبوقة بحوالي أكتر من 2 مليار جنيه وده بعد ما كانت بتحقق خسائر كبيرة الفترة اللي فاتت بسبب حاجات كتير زي الضرائب الكتير اللي كان بيتم فرضها على مستثمير البورصة وإن ما فيش سيولة ده غير إن الأحداث الخارجية زي حرب روسيا وأوكرانيا كان لها تأثير واضح على تعاملات سوق المال عشان كده تعالوا نعرف إيه القصة وإيه السبب وراء المكاسب دي في البداية لازم نعرف إن البورصة دي عبارة عن سوق زي أي سوق لكن بدل ما بتتباع فيه بضايع بتتباع فيه أسهم وسندات الشركات ومش أي شركة بتنزل اكتتاب في البورصة يعني الشركة اللي بتبقى عايزة تزود رسمالها هي اللي بتروح تطرح حق الكتتاب والبورصة أنواع في بورصة أوراق مالية وبورصة سندات وبورصة بترول ودواجن وهكذا ومش بس كده ده سعر السهم في البورصة زي أي سعر بيتحدد على أساس العرض والطلب يعني لو الطلب كتير والعرض قليل سعر السهم بيقل ولو الطلب قليل والعرض كتير سعر السهم بيقل وبما إن الفترة اللي فاتت دي شفنا إن قيمة الجنيه انخفضت أكتر من مرة بسبب تعويم فالمستثمر بدأ يخاف على فلوسه وبدأ يبحث عن طرق يحفظ بيها مدخراته ففيه اللي تجه لشراء الشهادات البنكية وفيه اللي تجه للدهب لكن فيه ناس تانية كتير قررت تتجه للبورصة خاصة إن أسعار الأسهم الفترة دي خرفيا بأسعارها في الأرض وهم منها يقدر ينوع استثماراته وما يحوطش الاستثمارات دي كلها في سلة واحدة لكن فيه ناس كتير ما تعرفش إن الاستثمار في البورصة استثمار طويل الأجل يعني عايز شوية نفس لكن لو انت اشتريت السهم النهاردة وسعر وزيت بكرة وحبيت بيع دي اسمها مضربة مش استثمار وده للأسف مخطره كتير عكس الاستثمار زمانة ما المستثمر كان يحب يشتري أسهم في البورصة كان يروح للسماء سرق لكن الوضع دلوقتي تطور وبقى فيه شركات وساطة مالية يعني ما ينفعش تشتري أسهم لوحدك كده لازم يبقى معاك وسيط يقدر يفيدك في حالة البيع أو شراء أسهم جديدة وإيه هي الأسهم اللي تستهل أنك تحط فيها فلوسك وبما أن الأسهم الفترة دي سعرها رخيص خاصة أن القيمة السوقية للشركات اللي ليها أسهم في البورصة متسعارة بدولار أقل بكتير من اللي تستحقه فده كان حافظ لكتير من المستثمرين إنهم يشتروا وده اللي خالى البورصة تحقق مكاسب كبيرة لأيام دي وما خلصش الموضوع على كده ده كمان من قوة ضغط معدلات الشراء البورصة طارت إنها توقف تداولة على عدد من الأسهم لأنها ما كانتش قادرة تنفس كل عمليات الشراء المطلوبة ومش بس كده ده كمان المستثمرين خايفين إن يحصل تحريك جديد لسعر صرف الجنيه خاصة بعد تقارير تصنيف الاقتماني السلبية لمصر والفجوة الكبيرة اللي بقت موجودة بين سعر الدولار في البنك والسوء فبدأوا يشتروا أسهم كتحوط لده لو حصل خاصة وإن كتير بيراددوا إن فيه تعويم للجنيه الفترة الجاية خاصة إن معاد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرد اللي هيديه المصر في نص سبتمبر يعني كمان أيام والأسباب ما انتهتش عند كده لكن الارتفاع الجنوني اللي حصل في البورصة كان بسبب إن أغلب الشركات نجحت في إنها تحقق أرباح كبيرة وبالتالي نتائج أعمالها كانت ممتازة وكانت حافز لكتير إنهم يشتروا أسهم فيها وده زود من نسبة مشتريات المؤسسات بمختلف جنسيتها كمان الفترة اللي فاتت دخل متعاملين جداد للبورصة فعدد من الأسهم اللي كان عليها إقبال وده ساعة وإن سعرها يزيد ويمكن ده شوف نامل قريب في سهم طرحاته البورصة اسمه طاقة عربية السهم ده كان سعره نص جنيه وفي أقل من ساعة من طرحه في البورصة وصل لحوالي 500 جنيه وده اللي خل البورصة فورا توقف تداول عليه بسبب قوة الشراء اللي حصلت وقتها ومش بس كده كلام الحكومة المستمرة عن برنامج الإطرحات وإنه هيتم طرح عدد من الشركات في البورصة أغلبها شركات قوية بتحقق أرباح كبيرة جديدة خلت ناس كتير تتشجع ويبقى عندها حافظ قوي أنها تفكر في البورصة وده كمان زود من معدل الشراء على أسهم كتير وبالتالي زود ما كسبها وللناس ما تعرفوش أن أكتر الأسهم اللي ارتفعت من أول 2023 كان ساهم بلتون المالية وحديد عز كمان فيه إقبال كبير على أسهم تانية زي طاقة عربية يونيفرسل لمواد التعبئة والتغليف والشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وزي ما فيه إقبال على أسهم للأسف كان فيه أسهم مفيش عليها أي إقبال وحققت انخفاض واضح منها الألمانيوم العربية والعبوات الطبية وسهم كمان اسمه شارم للإستثمار السياحي عشان ما نرجعش تاني للخسارة مرة تانية البورصة محتاجة يتعمل لها ترويج وتسويق كويس داخل مصر أو برهاء ولازم نقلل الدرائب المفروضة على المستثمرين ومش بس كده ده كمان لازم تحفز المستثمر بإنك تعمله إعفاءات ضريبية ونقدم حوافز للشركات اللي حابة أنها تتأيد في البورصة ونهتم ببرنامج الأطرحات اللي الحكومة بتخطط له بقالها بفترة في النهاية تفتكروا هتفضل البورصة مكملة في مكاسبها ولو ما حصلش تعويم للجنيه هيكون إيه الوضع بالنسبة لها ترجمة نانسي قنقر